حضر سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة نجل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مساء اليوم ختام بطولة المحرق قلب واحد لكرة القدم الرمضانية التي نظمها نادي المحرق الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نجل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك مساء اليوم في ملعب النادي ولدى وصول سمو الشيخ محمد إلى نادي المحرق كان في الاستقبال مستشار جلالة الملك للشؤون الشبابية والرياضية ومحافظ المحرق ورئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم ونائب رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة وفي نهاية المباراة قام سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بتسليم الكؤوس والميداليات للفرق الفائزة في البطولة مهنئا سموه الفرق الفائزة وأتمنى لنادي المحرق المزيد من النجاح والتوفيق في مسيرته الشبابية والرياضية أذا وقد أشاد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بالنجاح الذي حققته بطولة البحرق قلب واحد لكرة القدم الرمضانية التي نظمها نادي المحرق تحت رعاية سمو الشيخ عيسى ونوه سموه بحسن اختيار اللجنة المنظمة لمسمى هذه البطولة بالقلب الواحد الذي يجمع أبناء الوطن على المحبة والخير في ظل والد الجميع وراعي نهضة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كما أشاد سموه بدور الأندية الوطنية البارز في الإثراء الحركة الرياضية والشبابية وبما ينظمه نادي المحرق الرياضي من أنشطة وبرامج هادفة ومتميزة أكدت على ما يوله هذا النادي العريق من اهتمام بتعزيز رسالة النادي في المجتمع وإسهاماته الوطنية من جانبه أعرب الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة نائب رئيس مجلس إدارة نادي المحرق عن بالغ شكر النادي وتقديره لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة على رعايته للبطولة ولسمو الشيخ محمد على حرصه على حضور المباراة النهائية لهذه البطولة وأشار إلى أن رعاية سمو الشيخ عيسى كان لها بالغ الأثر في نجاحها والذي تمثل في الإعداد المتميز والفرق المشاركة فيها والتي وصل عددها إلى ستة عشر فريق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر